السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب وكنوا بخير النهاردة معدنا مع الفاكهة المظلومة النهاردة معدنا مع الجوافة بمناسبة موسم الجوافة كده كل سلام حضراتكم طيبين هنتكلم عن الجوافة كأحد الفواكه المهمة جدا في مواسم تغير الفصول اللي بنحتاج فيها لتعزيز صحة جهاز المناعة بس كالعادة قبل بنبدأ حلقتنا محتاجة اذكر حضراتكم ان المحتوى الهاتف بيموت بالمتابعة الصمتة تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس في البداية كده الجوافة سواء ثمار الجوافة او ورق الجوافة لها فوائد كتيرة جدا لأجسامنا لو هنمسك الموضوع حاجة حاجة كده هنتكلم الاول عن ثمار الجوافة عندنا اصناف الجوافة في بعض الدول الاوروبية وكتير من دول العالم بيكون القلب بتاعها وردي او محمر شوية ودي بيكون غنية بصبغة اللايكوبين وده مفيد جدا لعضلة القلب الاصناف العادية اللي عندنا اللي بيكون صفرة من برة وبيضة من جوة بتحتوي على كمية فيتامين سي كبيرة جدا مش هكون مبالغ لو قلت ان كمية فيتامين سي اللي موجودة في الجوافة تفوق اربع مرات او اربع اضعاف اللي موجودة في البرتقان واللمون وهنا بيجي دور الجوافة في تعزيز صحة جهاز المناعة اللي احنا قلنا عليه بالذات في موسم الخريف او موسم تغير الفصول لان فيتامين سي كاحد من ضدات الاكسادة المهمة جدا واللي احنا محتاجينها عشان نضارة البشرة عشان تعزيز صحة جهاز المناعة عشان كفاءة امتصاص الحديد الناس اللي عندها مشاكل في امتصاص الحديد من الاكل خصوصا للحديد المصدر والنباتي وجود اغزية بتحتوي على فيتامين سي بكمية كبيرة ده بيساعد وبيساهل امتصاص الجسم لعنصر الحديد مش بس كده الجوافة بتعتبر فاكهة ثنائية الغرض لو كانها باللوب اللي بيحتوي على البزور بتعتبر علاج كويس جدا لحالات الاسهال يعني بتمسك الجهاز الهضمي شوي لو كان اللحم اللي بره بس واستغنينا عن اللوب اللي جوه بتكون مفيدة جدا لاحتواءها على الالياف واحتواءها على البكتين بتكون مفيدة جدا في تنظيم حركة الجهاز الهضمي والقضاء على الامساك المزمن يعني هنا بتعتبر فاكهة ثنائية الغرض كمان برضو الجوافة بتحتوي على عنصر البوتاسيا معنصر البوتاسيا مهم جدا لتنظيم ضغط الدم وطالما ضغط الدم متنظم ما ارتفعش بذات الناس اللي عندها قابلية لارتفاع في ضغط الدم ده بيحمي القلب وبيحمي الشرايين بشكل كبير جدا ولو قعدنا نتكلم عن الفوائد الموجودة في ثمار الجوافة من مضادات أكسادة وأملاح معدنية وفيتامينات مش هنوافية حقها مهم جدا اللي احنا نهتم بفاكة الجوافة لانها بتعتبر من الفواكه المظلومة فوسط الفواكه التانية بالذات في فصل الخريفة لو مسكنا بقى ورق الجوافة هنلاقي شاي ورق الجوافة مهم جدا في تنظيم مستوى السكر في الدم مشروب شاي الجوافة بيقلل مستوى السكر في الدم بشكل كبير جدا وهنا بقى ممكن يعمل تعارض مع بعض الأدوية اللي بتخفض سكر الدم لو مرضى السكر بياخدوا أدوية بتخفض سكر الدم ما ينصحش أبدا اننا أتناول شاي ورق الجوافة مع بعض لان ده ممكن يضاعف انخفاض مستوى السكر في الدم ويدخلنا في مشاكل صحية احنا في غنى عنها فلازم برضو ناخد الموضوع من كل الجوانب بتاعته كمان برضو شاي الجوافة او ورق الجوافة له فايدة كبيرة جدا في تخفيف لزوجة البلغم الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي بيكونوا محتاجين يطردوا البلغم او المخاطر المتراكم في الجهاز التنفسي فعشان كده مغلي ورق الجوافة او شاي الجوافة بيعتبر مفيد جدا في تحسين صحة الجهاز التنفسي تخفيف آلام الطمس او الدورة الشهرية عند السيدات كمان برضو ورق الجوافة بيحتوي على الفوليت او الفوليك اسد المهم جدا لصحية السيدات الحوامل يعني خلاصة حلقتنا النهاردة فكهة الجوافة واوراق الجوافة بتعتبر من الحاجات المهمة جدا اللي المفروض ما نستغناش عنها في فصل الخريف ورق الجوافة من ضمن الاعشاب اللي ممكن تكون موجودة في المطبخ هتساعدنا بشكل كبير جدا في كتير من الوصفات المنزلية السريعة للقضاء على المشاكل الصحية البسيطة زي البلغم والام الدورة الشهرية وكمان برضو تحسين مستوى السكر في الدم وده لغرض من حلقتنا النهاردة ان احنا نهتم بفكهة الجوافة خصوصا في الفترة اللي احنا داخلين عليها دي فترة تقلب الفصول وكمان برضو الناس اللي بتعاني من المناعة الضعيفة او الناس اللي عندها مشاكل في امتصاص الحديد بتعتبر فكهة الجوافة وفوفيتامين سي الموجود بكترة في الجوافة مفيد جدا للحالات اللي زي كده يا رب اكون اذا انت في حضراتك النهاردة معلومة واشوفكوا على خير الفيديو الجاي اشتركوا في القناة